حسب الله التموينية متعارف صارنا تاريخ وياها نعرف شنه التفاصيل ومفرداتها شنه الفرق بين السلة الغدائية والتموينية السلة الغدائية التموينية متعارف عليها نهم مواد التموينية اللي من سنين مضت هي هاي اللي توزع للمواطنين السلة الغدائية مو هو مخترح وانا ما اطبق في الفترة الماضية او التوزيع مواد معينة من وزارة التجارة لشريحة واسعة من المواطنين اصحاب الطبقة الفقيرة المتوسطة والاقل ادنى من المتوسطة اكو هناك فد نقاط معينة هي تسبق السلة الغدائية اولا منافذ التوزيع اللي دا تصير احنا مثل ما نقول الاسواق المركزية اللي موجودة في بغداد هذه كان تفعيلها بحيث تكون مراكز موزع على بغداد وتوزيع هاي المواد بشكل مريح غير انه مثلا وزارة التجارة توزع بها السيارة تفتر بمنطقة هذا موضوع عملي فهذا موضوع ما يرهم ابدا ما رصدكم خنقول كغرفة تجارة ما رصدكم حول آلية وزارة التجارة يعني خنقول بالتموينية والسلة الغدائية برأيك طرقهم هل هي يعني مثل السابق كانوا كشيارات خاصة اكو متابعة خاصة اكو مراكز بكل منطقة سمتروح يقول لك ابو التموينية يجيب بطاقة التموينية مراكزها كلها ثابتة كانت برأيك نفس السابق لا اختلفت لا اختلفت اكيد اختلفت ماكو هذه المقرات اللي كانت تتوزع سابقا ومعروفة عند المواطنين بعدين كانت حتى اكو وكلاء المواد المستوردة من الدولة هذه كانت تباع في فروعها او عند الوكلاء مسعرة وبها اسعار مخفضة ومن هنا شيء دولية محترمة بالنسبة لغرفة التجارة بغد مالها دور لسبب انه وزارة التجارة دائما خطواتها ما شارك القطاع الخاص في كل خطواتها ولا حتى لجانها المشكلة قطاع الخاص بعيد وان ساهم القطاع الخاص بشكل جزئي ما الى دور بشين يقدم القطاع الخاص قطاع الخاص قطاع فعال وبعدين صاحب تجربة يعني افكاره افكاره واسعة للحلول وزارة التجارة مع احترامي وتقديري لهم اكثر المسؤولين في وزارة التجارة وحتى الوزارات الاخرى هم موظفين اكاديميين ما سبق انمار سوى الحياة التجارية يعني بمفهومها من زين يدى اكاديمي هل يتفاهم يتناقش يفكر ربما غير اكاديمي اصلا ايه متدقل من الممكن احنا نقول الاكاديميين يعني الاكاديمي غير اكاديميين لا لا يعني صح عندهم بكالوريوس وعدادية بس مو اكاديمي مو اكاديمي نعم هذا قزيان ايه لا 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 موظفين اعتيادين موظفين اعتيادين اكاديميين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة